تأمل إنجلترا في أن لا تلحق بركب منتخبات كبرى ودعت مونديال روسيا 2018 باكرا وذلك عندما تتواجه اليوم الثلاثاء مع كولومبيا في الدور ثمن النهائي على ملعب أوتيكريتي إرينا في العاصمة موسكو وعلى لاعبي الأسود الثلاثة منح بلادهم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006 لكن المهمة لن تكون سهلة ضد كولومبيا التي في إمكانها إذا دفاع الإنجليز بوجود لعبي مثل راداميل فالكاو وخوان كودارادو وكارلوس باكا